امسية طيبة للجميع ومشاهدين الكرام ومهلا بكم إلى هذا اللقاء امطار عدية خلال امسية اليوم خاصة اقصى الجنوب حتى خلال يوم الغد دائما ننتظر سحوب روكامير عدية مطيرة ستخص اقصى الجنوب وارتفعت الهوغار والتاسيلي بعض الواقع المعنزلة كذلك على شمال الصحراء مع المناطق الشمالية نسبة رطوبة عالية خلال الصباح خاصة عن وجهة السحرية الوسطى والشرقية التي تصبح الأجواء الصافية بينما على المرتفعات والهضاب خاصة الغربية والوسطى ننتظر سحوب روكامير عدية مطيرة أو آخر النهار فيما يخص درجات الحرارة خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد تتراوح ما بين 21 و 27 درجة الوجهة الشمالية ننتظر 30 درجة الشمالي الصحراء نفس المقياس على الصحراء الوسطى ونتتعدى 27 درجة المرتفعات الهوغار والتاسيلي التي ترتفع إلى 30 درجة لكل من ورقلة وكذلك أقصى الجنوب مما خلال ظاهرة الغد درجات الحرارة القسوى دائما فصلية ترتفع على المرتفعات الداخلية الغربية لتقارب 42 درجة بينما ترتفع أكثر على الصحراء الوسطى وكذلك منطقة تيندوفو ورقلة لتقارب 47 درجة تحت الظل أما البحث خلال يوم الغد يبقى قليل اتراعب على كل من السواحل الوسطى وكذلك الشرقية لكن مضطر محليا على وجهة السحلية الغربية ريح ستشتد منطقة شرقية شمالية شرقية تقارب 50 كم في الساعة درجة حالة مياه البحر تقارب 26 درجة مئوية وقت شرق الشمس اليوم الغد على مصر العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام الخامسة 53 دقيقة صباحا أشكركم على المتابعة ومسي طيبة للجميع في أمان